اشتركوا في القناة الكل تيبغي يحتافل بها وتيبغي يقدمها قربان الله سبحانه وتعالى كانت منى ان الدولة تدير واحد الباديرة وانا تعطي واحد دعم اللي يكون كافي للمواطن باش يقدر انه يدخل السوق ويقدر يقتني الاضحية دياله انا في الحقيقة معا ايلغاء العيد انا في الغلاء ديال الاسعار ديال اللحوم مكن ضنش ان المغاربة كلهم استطاعتهم انهم يعيدوا وفي جميع الحالات اللي استطاعتوا يعيد رعا يعيد وانا صراحة ماشي كيستون قولي كلام يكون شو اللي يكون خسو فهمتيني كيما مولفتين يكون خسو يكون بواحد النسبة زيال المواطن الجاميع خسو يعيد هذا كميحقو فهمتيني سونا مؤكدة خلال الله سبحانه وتعالى ويحتفل بها بنادم مرة في العام ماشي زعمة تسكون ديما مرة في العام يعني كيبغي بها يفرح بنادم يجتمع مع الاحباب مع العائلة بالزف ديال الحويج اداول مهم من هادشي كامل وانتمنى بالسلطات المحلية تشوف فهمتيني الاضحية ديال العيد تكون في المتناول ديال الجامع لا 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 ما شاء لك تلغى العيد خسغين الناس تقدر تشري يعاونوهم ويشوية يديرو معهم باش الناس باغين ما يتحييشي هذا العيد العيد من اللي اخلقنا وحنا فيه ولكن اللي ما اقدر الاشي اللي يحصل لعون العيد ضروري بالنسبة الناس كي يجمع العائلة كي يجمع الحباب عركة تشوف في اليامات العيد تبارك الله الرباط كيخوة الدربية كتخوة كل شي كيمشي والناس دير موناسبة كي تجمعوا العائلة كي تجمعوا الحباب هذا ميمكن شي تحييد العيد فعل الغلاء في كل المواد وخاصة يعني قطاع اللحوم ليعرفوا حد الارتفاع يعني غير مسبوق يعني غادي في ارتفاع تدريجي يعني ارى يعني من البديهي باش يتم إلغاء العيد يمكن أن واحد العينة قليلة للمواطنين المغاربة يعيدوا واحدين آخرين ما يعيدوش إذا خاصة يكون شي حل استوراد وسيكون واحد تمام يعني معقول سينو إلغاء العيدها يكون هو الحل هيا رما كيناش أزمة كين مسألة ديال دعم دعم الفلاح فهمتني حيش كان الأزمة كان عام شوية قاسح شوية ولكن من هنا لأيد من شاء الله فهمتني يعني كين زعمة غادي اللي ما عمرونا كونه أزمة تراديمات يكونوا أزمة هذا الإنسان هذا اللي غايمشي هز الكريدي باش يدير العيد رالا إكرارها في الدين دين ما كيلزمش عليه أنه ما نستطاع كيلزمش عليه أنه يمشي تسلف باش يشري العيد باش يشري العيد ما عندوش مخصوش عيد كالي كي يخد كريدي كالي كي يمشي مسكين يخد كريدي ويدي الرهن قاع يرهن حواجه ويخد كريدي هذا الدليل على أن الناس مساكرة عايشن مشي الفقر عايشن تحت عتبة الفقر لا يحسن العاون لا يحسن العاون لا يشغل في العيد الكبير للناس ولا تتبيع حوايجها على طول السنة باش تقدر تدخل واحد المدخول دي العشرين درهم ولا خمسطاش درهم ربعا الأحيان يعني كتشوف واحد الواقع يرتالاه يعني كتشوف واحد المسنة ولا المسن حتى جوج الحوايج قدامين باش يبيعهم جوج درهم ولا تتدرهم على باش يدخل وليداته كان حمل المسؤولية للناس السلطات المعنية والناس المسؤولين على هاد القطاع الناس المسؤولين على هاد القطاع يحاولوا يلتفتوا لهاد الجهة ويكون دكشوف همتيني في المتناول يعني ما يدي بباسيش واحد دوميل دوميل سن كده ولو بيجي دي المواطن العادي همتيني حيث هدا هو اللي كين كين بزاف دي الحوايج تغييرات ما كان شكال حولي كيد داخل بألف وخمسمية ده بادوميل دوميل سن باش غنشرين نبس بعلاف ولا تمنى لفدان ونخرج حوايجي ونزيرون دي الكريدي وكده غير جائز مياف المياق مسؤولية راه المشكل جاية لمشكل عالمي غلاء الأسعار راه عالمين بعد كورونا ولكن حتى الحكومتي عنده يدفت شيء أكيد هاد المسؤولية هادية راه يدخلوا بها بزاف دي الفاعلين اللي في أول هم اللي كي سيروا أصحاب وزارة الفلاحة بالخصوص يعني اللي كي سيروا هاد المجال هادا وحتى المواطنين كي ساهموا في واحد القدرة هاد الغلاء دي المعيشة نظراً للمعاملات اللي كيديروا بعد المرة ولا التصرفات اللي كيديروا في هاد المجال هادا اللي كيكونوا صراحة لا علاق المسؤولية تنحملها أولاً للدولة علاش لأن الفلاح مني كي تعطي هاد السؤال كي يقول لك أنا العلف غالي تيقول لك الغالب الله شتى ما صبتش العلف غالي وأنا كنشري العلف غالي دونك غنبيع لحولي غالي دونك العلف شكل مسؤول عليه؟ مسؤول عليه الدولة الدولة اللي كترفع من التامة البري ديال العلف وهي اللي مسؤول عليها تشي وما كينش مراقبة أيضاً كينش مراقبة في الأسواق لأن الدولة كتقول لك بأن الفين درام غا تشري لك وكتدخل السواق كتلقى الفين درام ما تشري لك شي يعني تالد دولة مديرش خدمتها أنها تدخل الأسواق وتشوف وتراقاب وتعطينا واحد البريلي ومحدود ها في عدة شي يكون ها حدة شي يكون العيد إنها كان أخذوا الحاولي بألف وخمسمية درام دابة أولا حاولي كتشوف فيه كي قدية الألف وخمسمية ولا بتلسانة وخمسمية أولا في درام قصحة شوية دولتها يدير واحد شوية باش النسة وما يقدروا يسي تكون في الاستطاعة ديالهم يعيدوا إن شاء الله وإنها دولة دلالي صورة ما يقدرش ما يعيدش الرسالة الأخيرة ينتفتوا لهذا الجانب فهمتيني بواحد التفاتة اللي مواطن رأى متضر بزاف الحواج ماشي مسألة ديال العيد رأى واحدة بزاف ديال الحواج رأى بزاف ديال الحواج من غير ذلك شي العيد رأى موسي منهار واحد كيدوز رأى كين حواج اللي مهمة كتار من العيد خصوهم يشوفوها كان نظن رسالة المسؤولي اللي غان اعطيليهم هاد شي خصو ندراسة قبل ماشي تكي يقرب العيد وحنا كنزيدو في الأسعار وكي يعرفوا الواحد خصو ينزل نزل الأرض مع الناس ديال الشاب ويشوف هاد شي شنو واقع ربما هذك المسؤول كان ناس اللي ما ربما ما عندهم حتى شي ديرايا نهائيا بالمواطن المغربي الحقيقي اشنو مناش كي يعاني كانت منى من المسؤولين انا هم يديروا واحد التفاتة للشعب المغربي ويديروا التفاتة الناس اللي ما عندهمش مساكن ناس اللي ما عندهمش وما مفحلهمش يعني ما عندولا وظيفة ما عندولا تشعزوا عندو غير بعشرة كان نقول لهم هني ساعدوا الناس رعوا ما مفحلتهمش وكاتير ما خدا منش راح سلعون الرسالة ديالي للحكومة هي تشوف من حالنا تشوف من حال المواطن البسيط تشوف من المواطن الضعيف يعني الدبارة احنا ولينا كنشوفوا بأن الطبقة المتوسطة غادة في اليد محلال يعني الطبقة المتوسطة رمى بقاش رهو لاس واحد لهو كبير رمى بالناس لكين الفوق والناس لكين التحت نطالب منهم باش يعيدوا النظر في هذا المجال هذا بالخصوص ديال الفلاحة لأنه تقريبا المجال لأغلب المواطنين وأغلب شرائح المجتمعك يكون قريب لهذا المجال هذا ديال الفلاحة ويكون خير إن شاء الله منه مقدم ترجمة نانسي قنقر